السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم معي في فيديو جديد معكم حبيبة كانت مني يلقاكم هذا الفيديو في احسن الظروف وعيدكم مبارك سعيد يدخل عليكم الصحة والسلامة يا ربي وكانت من الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنكم صالح الاعمال ويجعلها في الميزة المقبول ان شاء الله وكيف العادة اخواتي دائما مع السهل والسريع سنقترح عليكم الرغايف ديال العيد بعجين سحري وخا تكوني مبتدئة جربيهما اختي على ضمانتي اقدميهم فطول العيد غادي تشكرني عليهم حيث صراحة كيستحقوا التجربة كي يجوهم عسلين وبقادير اللي جد بسيطة كنخرجوا تبصيل لعامر من هذا الغيف الملاق ديالهم ولا اروع كيبقوا على هذا الشكل مدة اطول فكما كتشوفوا معي كيجو مولقين بتاريقة سهلة جدا وكننحضرهم في اسرع وقت كنتم نتبع معي الفيديو الاخير في جميع النصائح نخليكم مع المكونات وطريقة تحضير وكيفما العادة فورجة ممتعة نحتاج في المكونات هنا يا الدقيق الأبيض نحتاج من 400 غرام نوعية جيدة الخاصة بالحلويات مع جوج اكياس ديال فانيليا باش كنسمو هاد العجين مل احسن نسموه بالفاني كنحتاج نصف كاس ديال الماء الزهر وكاس ديال الماء يعني كاس العنبة ديال الماء العادي من الصنبور عندي معلقة صغيرة ديال الملح معلقة كبيرة ديال الخل كنحتاج جوج مع الكبار من زبدة اما حيوانية او لنباتية ونصف كيس من خاميرات الحلويات ادوما المكونات اللي كنحتاج في هاد العجين ديال الرغايف فاولا كنغرب الهنية الدقيق في هاد البول الكيمياء من نسبة للناس اللي ما عندهم مش الميزان غاد يتعبروه اربعة ديال كيسان بقياس كاس العنبة باش كنتحصلوا على 400 غرام كنضيف الكيمياء ديال الزهبدة اللي عندي بعد مدوبتها زيان حتى تصفى من ذاك الماء اللي فيها وكنخليها حتى تبرد عاد كنضيفها على العجين ونضيف باقي المكونات كنضيف الملح نصف معين قصغير ونصف كيس من خاميرات الحلويات وهنا غاد نضيف جوج اكياس فانيليا باش كنسمو هاد العجين ممكن تعودوا هاد الفاني بالنافع او اللحبات حلاوه الي كيعجبكم ملوقو ديالهم انا هنا يبدال كنفضلت نسمو هاد الفاني كيجي الدق دياله رائح حسن من دوك السلالة يعني نغيره شوية نضيف ايضا الخل كي قد لكم معلقة كبيرة ضروري في الوصفة ونبدأ الان كنعجين هاد العجين بالماء الزهر يعني عنا كاس يعني عنا نصف كاس ديال ماء الزهر كنضيف هاد ماء الزهر كله على الدقيق وكنكمله هنا بالماء عندي كاس ديال الماء لكن ما غادش نستعمله كله كنضيفه تدريجيا على العجين بنسبه الكيميه ديال السوائل اللي احتاجه في هاد العجين نصف كاس ماء الزهر وكاس الا ربع ديال الماء يعني ذاك الكاس ديال الماء راه ما تفتوش كله بقى شطلية منه ربع كاس وملاحظة اخرى بالنسبه للسوائل ديال الماء عفوا ديال الماء الزهر والماء العادي راه كانوا عندي باردين يعني كان عجنوب الماء البارد من الصنبور وماء الزهر حتى هو راه كان عندي بارد صافي كان جمع في العجين حتى كان تحصل على عجين يكون رطب يعني عجين ما يكونش قاسح بزر وما يكونش عود ثاني مرخوف هنا قد ندلقوها شوية مزيان فكل ما دلقتو العجين كيجيوكم هاد الرغيفات ارواع صافي بعد مما كندلك هاد العجين غاد نوضعوه في البلاستيكا ونخليه يرتاح ساعة ديال الوقت فكل ما خليته يرتاح كيجي العجين احسن وما كيعدبكم ش فطورة ممكن تعجنو هاد العجين هكا بليل ودخلوه حتى الغد ره ما كيوقع ليه والو مدرنش فيه الخاميره ديال الخبز انا هنه خليته غير ساعة كاملة ديال الوقت ارتاح مزيان من بعد غادي ناخد هاد القويرة هادي ديال العجين كنحيدلي هال بلاستيك يعني كي قتلكم خليتها ساعة كاملة ديال الوقت احترتاح هاد العجين وغادي نحتاج كذلك ننشا ننشا الدوره ونبدأ نبسط في هاد العجين بالاستعانة بالنشا باش كي يعطيني قرمشة للعجين حيش كما شفتوا معي العجين ما فيه لا بيض لا ياغورد لا حليب وكي يجيب هاد رغيف اكتر من رائعين كان السامر هنه كانت لقف العجين ننشا كي يساعدني بزاف باش كنورق العجين بلا ما يتقطع معي ومن الاحسن تستعملو ننشا في توراق ماشي الدقيق حيث ننشا عندو دور كبير صافحة كانت تحصل على العجين كي يكون كبير والسمك ديالو كي يكون رقيق يعني كانوا ورقوها مزيان ما تخافوش انها تقطع لكم الى استعملتو النشا غادي تورقو بكل سهولة يعني خاصنا تحصلو على السمك ديالعجين يكون رقيق هنه يرا سرعت الفيديو باش ما يجيكم الفيديو طويل الان هنا من بعد ما ورقنا العجين مزيان دابا كناخد النشا وكنحاول هكا نوزعو فوق العجين ديالنا اللي تلقناه بها الطريقة يعني كان رش مزيان بهات النشا تقريبا واحد جوج مع القبار ديال النشا ليدرز كنستعملو هنا يا فصفايا باش كي توزع لي على العجين كله وهانتو ما كما كتلاحظو معايا غادي نبدأ هكا نطوي في العجين بهالتريقة اللي غا تلاحظو معايا يعني كان بدأ كنطوي بهات الشاكل وكنطوي وكنبسط شوية ونطوي بحال هكا ونمشي للجانب الاخر بنفس طريقة كنطوي وانا غدا بهات الشكل يعني خاصنا نحصلو على جوج لبودن في وقت واحد طريقة جيد سهلة وخاصنا نحصل عليهم بنفس الحجم كنبقى هكا مستمره كنطوي من كل جهة ودبا غادي نقطعو هنا في الوسط باش كنتحصلو على جوج لبودن بهات الشكل ومباشرة غادي ندوز دبا نقطع هذا الغيفات او لا هاد العجين كي قيت لكم طريقة لي سهلة جدا هنا كنحسب جوج ديال السبعان وكنقطع كي يجيو هما هادوك صغار ومعشقين واللي بغا تعملهم كبار غادي تعمل غادي تعبر ثلاثة ديال اصابع وغادي تقطع يعني كتعبروا بالسبعان ديالكم او لا تستعنوا بالمسارة كي بقى لكم الاختيار وكي ما غا تشوفو كنحضروا الغيفات كتارين في وقت واحد يعني ما كي ياخدوش معنا وقت بزاف بسرعة كنوجدوهم كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم حيث كي يجيو صراحة رائعين بزاف وتقدموهم في طاولة العيد كيعجبوه الكبار والصغار فمن بعد ما كنقطعوه كي يجي هذا وشكل ديالهم كي كتشوفو كي يجيو مورقين يعني كتجي فيهم واحدة ورقة رائعة الان كناخد القليل للماء ونبدأ كنلسق هكا طوية الاخيرة في العجين لي كتبقى هكا محلولة يعني كنلسقها بالماء يعني القليل جدا من الماء باش كنتفادا وتحلولينه في القليل بعد ما كنلسقهم كاملين كناخد كل مسمنا ونبدأ وكنضغطوه عليها بالمدلك بهذا الشكل يعني كنضغطوه من الوسط بحال هكا كنضغط عليها مزيان هانتوما بهذا الشكل وكناخدوا واحدة اخرى بنفس الشكل يعني كنستمر هكا كنضغط وكنحط على جنب نضغطو عليهم زيان من الوسط وما تخافوش راكي تنفخوه حي دمنا فيهم النشا ورقناهم كذلك بالنشا كميه ديالنشا اللي عملنا هذا هو الدور ديالو كيتنفخوه كيجمور كل واحد درجة رائعة فقط نضغطوه زيان هكا في الوسط باش كيتبسطوه معنا وكيعطيونا الشكل ديال مسمنا الكيميه ديال هاد الرغيف بعد ما انتهيت من تشكيل ديالهم الان مباشرة غديندوزون طيبوهم نضغطوه عندي هنا الزيت اللي وضعتها في المقلات كتسخن وهناك نحتاج العسل اللي راه تفيته يعني العسل اللي عندي دافئ ماشي بارد عسل اللي كي يجي ناجح في جميع الموارقات قد نخليليكم مرابطوه في اسفل الفيديو في صندوق الوصف قد ناخد الان كيميه من هذا الغيف و قد نوضعه مباشرة في الزيت اللي تكون ساخنه هنا عندي الكسكاس فاش غادي ستقطروه هاد الرغيفات يعني الكسكاس اللي وضعت تحت منه هاد البول كي يسقطروه باش كي يسقطروه باش كي يسقطروه باش كي يسقطروه باش كي يسقطروه عفو العسل اللي كي ينزل من هاد البالكسكاس الان كنوضع الحبات ديال العجين في الزيت وكنقصوه على النار باش كيتحمروه وكيتورقوه على خطرهم وكي يجونو مورقين حتى من الداخل يعني ما تزربوش عليهم في القالي احنا كنقليو فيهم وحنا كنعملو عليهم الزيت هكا من فوق باش كي يزيدو باش كنزيدو نساعدوهم يتنفخو اكتر وكي يجو رائعين هنتو ما كما تلاحظو كي يجو من فوقين ومن البلين يعني كي يجو هكا فيهم هادوك النباي المنفوخين باش كيدخل فيهم العسل وكي يجو نم عسلين من الداخل ومرة مرة هكا كنقلبهم حتى كي ياخدو هادو اللون هكا محمر صافي كنصفيوهم هنا من الزيت ومباشرة بعد ما كي يسقطروا من الزيت كنوضعوهم مباشرة في العسل كيف مما قلت لكم العسل اللي كي يكون دافي او ساخن غير ما يكونش عسل لهو بارد باش كيتشربوه لنا حتى من الداخل كنحاول هكا ندير عليهم هكا العسل من فوق يعني العسل كي يكون خفيف وبنفس طريقة غادي نستمر هكا كنعمر الجهد لي عمر لي المقلة إلا كنتم مبتديئات ما تعمروش بزاف المقلة ديالكم باش ما يغلبوكمش في الطياب ومتعرفوش كيفاش تعملوا معاهم يعني كنخويع ليهم هكا الزيت من الفوق كما كتلاحظوا معايا راه كنساعدهم بهالطريقة كي يزيدوا يتنفخوا وكنخليوهم حتى كيتيبوا وكيتورقوا ويتحمروا على خاطرهم يعني النار تكون متوسطة ما تكونش نار لي هي ملطفعة اولا مجهده باش ما يتخطفوش لكم هادا الرغايف صافي هناك كيبانوا ليتتحمروا هكا ملزح صافي كنقلبهم يكملوا الطياب ديالهم ويتحمروا من جميع الجهات بعد ما كيتتحمروا كياخدوا لون موحد يعني كياخدوا واحد اللون بحلقة لون محيم مارزوين صافي كنصفيوهم الزيت وكنو نضعوهم مباشرة فلاسل من بعد ما كيتشربوا العسل كنوضعوهم في الكسكاس باش كيسقطروا من ذاك الفائد ديال العسل بالنسبة لتزين انا زينتهم هكا من الفوق بالزنجلان او لا ممكن زينوهم كذلك بكاوكوهم هرمش ونتلقوا معاشك النهائي ديالهم في طبقة تقديم انتوما سمعوا سمعوا معي تقرمشك كيجو يعني كيجو مقرمشين كيجادة وشك النهائي ديال هذا هذا الغيف الرائعين بنكهم تميزات يالفاني ما تردوش اخواتي تجربوهم في هذا العيد راه كيجو وروع في المدق واحد لقل ما شفيهم خطيرة قدموهم فوتو العيد كل شي غيشكركم عليهم حيث كيجو اكتر رائعين انا شكرتهم حيث تجربتهم ودقتهم وعجبوني وكنت من حتى انتوما تجربوهم انا متأكدة غادي يعجبوكم انتمنى من كل قلبي تكونوا استفتوا معي ولو بالقليل وشكرا جزيلا دائما على حسن المشاهدة ونكون اختي لبيت لك الطلب ديالي هدي واحد المتتبع وفي القناة البطم مني الغيف ديال العيد ديال العيد وكنت من الكل ببيت طلب ديالك شكرا بزاف على المتابعة وعلى المشاهدة نتلقى في وصفة القادمة باذن الله كانت معكم حبيبة مع السلامة اشتركوا في القناة